في القطاع الحديد لكن بالنسبة لناس اللي تشير في الحديد واللي تستثمر في القطاع البناء والمنشآت العمومية والمواطن العادي هي ضربة موجعة وترفيع في الاسعار مش نحكيه على الموضوع هذا يحضر معنا في المباشر رئيس المنظمة التونسية لرشاد المستهلك سيلوتف الرياحي مساء النور مرحبا بيك سيلوتفي مساء الفول مساء الورد تحية ليك وتحية لذيذة حكومة طمائك شكرا لك زيادة بأربعة عشر بالمئة في مرة سيلوتف الرياحة لأربعة لخمسة في المئة هذه زيادة تزيد الى الاسعار والارتفاع المشط في كل تقريبا المنتجات اللي موجودة في السوق صحيح كلامك زيادة بقرابة أربعة عشر في المئة حسب المقرر الاخير من طاع وزارة التجارة لكن هابن نعطيه تاريخ زيادة هذه طاعف من الفين وسبعتاش لالفين وعشرين وقعت زيادة ستة مرات منهم أربع مرات في الفين وسبعتاش بنقص ولا بنسب أقل شوية ولا أكثر شوية من أربعة عشر في المئة زيادة هذه مرتبطة بارتفاع الأسعار العروق الفولوذية في الأسواق العالمية تأثر على كل فطة الانتاج زيادة نعتبرها كبيرة نظرا للمستعلك لكن كنشوفوا ارتفاع الأسعار في العروق الفولوذية في الأسواق العالمية نلقاوها زيادة تنجم تقول معقولة على خاطر ما ينجمش نحن بدراستنا للواقع اللي موجود ما ينجمش المنتج يبيع بالاخسارة من 2017 إلى 2020 زيادة ستة مرات واخر زيادة قبل الزيادة هذه كان في 29 سبتمبر زيادة بقرابة 2021 بقرابة عشر في المئة وزيادة هذه ستة ديسمبر بقرابة أربعة عشر في المئة هنا يلزمنا أنشو حل استراتيجي لزيادات هذه خاطر نعرف تعرف اللي بفولوذ يزود السوق بقرابة عشرين في المئة ثم سبعة والثمانية معامل أخرين زيادة كيف تزود السوق بالباقي يلزمنا نحن في تونس نعمل استراتيجية واقعية اللي نجمو علش نقعدو ديما تحت رحمة توريد بعنتها العروق الفولاذية هذه وعننا نحن بخزون نجمو تقول من الخردة نجمو معامل الفولاذ نعاودو نهايكلوه نعاودو القطاع هذا كل زيادة هيكل بس نخفضو زيادة هذه خطر على قد ما يزيدو العروق الفولاذية في الوسيقى العالمية على قدمي الأسعار زيادة كيف كيف تزيد كان وين تدخل الدولة معتها جمع المستهلك في مرة معتها 14 فلمية في مرة معانتها تقولي معقولة بالأسعار العالمية نرجم نرجم معانتها نفهم كذا في التحليل إذا كان نقارنوا بالأسعار العالمية لكن نجمو المقدرة الشرائية للمواطنية في حد ذاتها تترنح معانتها معانتش فيها المقدرة الشرائية المواطنية تخطي على المقدرة الشرائية المواطن هنا المقدرة الشرائية المواطن نشوفوها من زاوية أخرى نحن كمنظمة ونسير شاد المستهلك الأسعار غالية في جميع المواد ملقي ناشي حل لذلك ضد الأسعار على خاطر سيدين التجارة حرة في وقت نحن في ظرف التثنائي نعرفوا إلي المساحات الكبرى بعد عندها توظف في هامش ربح خلفي وهامش ربح همامي يوصل 70% على ذاك أن نلقاه الأسعار دينا فينا سقطة صاعدي طالما إلي ما نحناشي الهامش ربح الخلفي اللي توظف فيه المساحات الكبرى على المنتج المنتج يتقلق من الهامش ربح الخلفي وما نجمش يعمل حتى أي حل كان بش يزيد في الأسعار وهنا يقعد المستهلك ولا يتفع الضريبة في نساق التصاعدي هذا المساحات الكبرى توظف هامش ربح خلفي كل عام تزيد سوى قرابة 35-38% في المياه هامش ربح خلفي العام الجاي بش نلقاهها أكثر على خاطر ديما كل عام تزيد في المعدل هذا وهنا نشوف إلي الأسعار تعدى في نساق التصاعدي وما يجبش تنخفض طالما ما وقفناش حد اللي ها مش ربح الخلفي وها بتاع المساحات الكبرى اللي توظف ها مش ربح خلفي وها مش ربح أمامي يوصد كما قلت وما هي مش ربح وسكن في المساحات الكبرى معنات نحكيو زداء على الحم نحكيو على الحوت نحكيو على الخضرة نحكيو على الغلة نحكيو على كل شيء نحكيو على الملابس نحكيو على كل شيء بالضبط خاطر هي القاطرة نتعى الأسعار أنت تشوف في المساحات الكبرى الناس الكل تنشي عليه نحنا شفنا شركة اللحوم تخفضت ثلاثعار بقرابة 4-5 دينارات في الكيلو بتاع الحمل العلوش والحمل بقري شفنا الانخيطات ثلاثعار نحبوا نخفضوا في المساحات نخفضوا نحنا الكلفة يزمنا كيزم الدولة تعطينا كلفة الامتاج بتاع كل المنتوش بيش تبدأ واضحة رؤية ومداء هامش الربح من حد واعلى ثقاف الهامش الربح في جميع المواد بيش تبدأ الكلفة معقولة موشي معقول الكلفة تلقاها في هامش الربح كبير وهنا نحنا ما نعرفوش هيكلة السعر عند الانتاج وهذا ما بصلك هيكلة الاسعار اللي يتوصل للمستالك خطينا نعرفو هيكلة السعر عند الانتاج النجم ونعرفو هامش الربح ونقننوه هامش الربح ميفوتش هامش الربح مقدار معين 10-15-20 يتساهموا عليه بين وزارة التجارة وزارة الصناعة والصناعيين هنا يقول لي يعرف يعرف المستهلك شنوه اللي قاعد يشير في في الأسواق واضح شكرا جزيلا سيروت في الرياح يعتك صحة رئيس المنظمة التونسية لرشاد المستهلك شكرا على هذه الإضاحات شكرا لك شكرا لك احنا الوصول لقاء مرحبا بكم 8-5 على مرجعاتنا شكرا لك شكرا لك